السلام عليكم اليوم ان شاء الله راح استعرض لكم سيف من سيوف شركة كولد ستيل الغنية عن التعريف بجودة منتجاتها السيف البيان اليوم موديل الشمشير صناع تهندية و راح استعرض لكم الحين شكل السيف الخارجي اذا ما شفون الغمد فيه كم قطعة من النحاس ويكون من الجلد بالشكل هذا و عندكم حامل يد من النحاس والمقبض من قرن الجاموس هذا الجهة الثانية من شكل غمد بس قبل لا استعرض لكم السيف نفسه راح اوريكم الشهادة اللي تكونوا اياه فيه شهادة تكونوا اياه بظرف اختبار من الشركة المصنعة يثبت لك ان السيف مرونة عالية ولا انكسروا اياهم اثناء الاختبار طبعا هني فيه نفس البلوك الغشب ويكونوا يضربون فيه السيف باكثر من مضعية وهم يحنون السيف باكثر من سار ويمين ويشوفون استقامة السيف هل هيتغير او لا طبعا هني عندكم اللي يختبروا السيف هذا توقيعه وهني عندكم تاريخ الاختبار استعرض السيف الحين بسم الله طبعا فيه هني قطعة جلد تلاحظون هالجلد هذا هذي انا تكونوا اياه بالعلبة مخير انك تحطها او لا القطعة هذي ميزتها تمنع الرطوبة انها تدخل داخل الغمد ويصدي السيف بسم الله عندكم هذا شكل السيف مثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الرحمن جودة ولا اروع وتقام بالتصنيع طبعا النصل مصنوع من معدن الالف وخمسة وخمسين الكاربون ستيل والمعدن هذا ممتاز جدا وفي مرونة عالية وينفع انه يكون يصنح فيه سيف هذي شكله تقريبا وعندكم صراحة جودة التصنيع اعجبتني يعني ما توقعت صراحة يكون بهذا الشكل بالتصنيع حتى هني حامل يد راح وريكم بعض التفاصيل اللي عليه مثل ما تشوفون يعني تقان صراحة في التصنيع ممتاز راح نشوف الحدة بسم الله هذي حدة السيف مثل ما تشوفون طبعا رس النصل رسن السيف يبدأ تقريبا من هذي الجهة يعني مو من اول شي لا يبدأ من هنا من هذا المكان وهذا اللي عندي اليوم وان شاء الله انه يكون حاز على عجابكم ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر